طبعا بعد ما كلنا عرفنا الشنطة تلعى فيها ايه عايزين نعرف بقى الشنطة هيرى في حافز عليها ولا هلضيها منه اهلا وسهلا بكم في قناة نجم العاصمة انا هنا بقدم لكم اخبار النجوم والمشاهير لحظة بلحظة وكل الترندات الحصرية لحظة بلحظة فلو حضرتك اول مرة تشوفني اتمنى تدعمني وتنزل تشترك في القناة وتفعل زر التنبيهات على الكل عشان يوصلك مني كل جديد تحياتي لكم ويلا بينا نبدأ الفيديو مسلسل المشوار من احسن المسلسلات اللي اتعملت في رمضان عشرين اتنين وعشرين حقيقة من وجهة نظري برضو عشان محدش يطلع يقول لا فيه احسن وفيه احسن انا بحب النجم محمد رمضان وبحب كل عامله وفعلا هو عامل موضوع جميل وعامل مسلسل حلو وكفاية ان هو مسوره في اسكندرية دي حاجة لوحدها خليني كفيل ان انا احب المسلسل ده اكتر واكتر ثانيا كنا اتكلمنا قبل كده على موضوع الشنطة وقلنا هيبقى فيها اثار وهيبقى فيها مش عارفة ايه وناس طلعت قرأت لا دي هتبقى فاضية والكلام ده احنا مبارح شفنا في الحلقة اللي فاتت ان كان كان فيها دولارات عايزين نعرف بقى ايه الكسة بتاعت الدولارات دي هنعرف مع الحلقات ايه الدولارات دي وايه فلوس اللي هو جابها دي وبرقم ان هو عايش عايشة بدايقها على نفسه شوية بس معاه الشنطة بتاعت الدولارات كل الحب والتقدير للفنان محمد رمضان وبشكركم جدا على المتابعة وبشكر كل الناس اللي بتدعمني ولو عجبك الفيديو ده ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عالكل احب اشوفكم دايما بخير ما تنسوش اللايك والشير وكل سنة وانتوا طيبين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته